لنبدأ مع قل هو الله أحد عندما تقرأتها ما يجب أن يتحدث في رأيك بالبعضة يجب أن تقرأ المصحف بالبعضة أو بالبعضة يا أخي يجب أن تقرأ المصحف المصحف قل هو الله أحد يجب أن تقرأ أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن تقرأ كل شيء وكل شيء ترى واحد من المساعدات أو واحد من المساعدات عندما تستخدم رقيا لدينا ذلك نحن 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 لا أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة عندما تقرأ دعا أن تقرأ الله أن الله سيجب أن تقرأ لذلك عندما تقرأ قل هو الله أحد تقرأ المصحف أن الله تقرأ إبراهيم عليه السلام من الأمم الله سبحانه وتعالى سيفد محمد صلى الله عليه وسلم وانه سببانيون في كيف الله سبحانه وتعالى سيفد جونة يونس في بيلي الله سبحانه وتعالى سيفد موسى تقرأ بني إسرائيل قل هو الله أحد شوف هذا رفلكتف ميند. ماذا هنالك سورة قبل الإخلاص؟ النصر والمسد بكسر ده مصحف إذا جاء نصر الله والفتح تبت يدا أبي لهب سبحان الله أخبرت أن النصر هي الى النصر الرسالة من رسول الله أنتبت يدا أبدا 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 أبي لهب سورة عندما كان عمار أمير المؤمنين عمر أعرف أن أضيف عبد الله بن عباس في شورة قبل لديه شورة يريد أن يأخذ الواقع من الناس عن الأشياء التي تهم الأهمية للمسلمين عبد الله بن عباس وضعه فأنت أخير صحابة قالوا يا أمير المؤمنين هذا أخير ما يفعله هنا لذلك فأنا يقول حسنا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ما تقول فيها how do you explain it الله is telling his messenger he explained the words what we call التفسير التحليلي الموضوعي he explained the words الله is telling the prophet صلى الله عليه وسلم when the victory of Allah is here and the people are coming to you you don't have to go to them anymore ورأيت الناس يدخلون and they are not coming individuals they are coming in groups أفواجا then you should do فسبح anybody would explain the surah this way ما تقول عنها يا ابن عباس what do you say about it يا ابن عباس هذا نعي رسول الله الله is informing his messenger that you're about to die because your mission is complete that's looking at the Quran because they'll be your mission you're a messenger you're supposed to do this work your work is done and normally at the end of any work in Islam we do two things استغفار imagine between that stage and المسد go to المسد now which is the surah right before الإخلاص المسد what is why المسد was revealed لما أمر حديث ابن عباس فالصحيحين قولنا the prophet صلى الله عليه وسلم was commanded in surah الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين warn your people صعد الصفا he went up to the mountain of الصفا and he called upon his قوم his people and he asked them this question what if I tell you there is an army behind this mountain is about to attack you will you believe me ما عهدنا عليك كذب we never experience your life ما عهدنا عليك كذب خلاص I'm a warner to you his own uncle Abu Lahab I don't want to translate it has it been told in the Quran I would have not said it he cursed Rasulullah from day one his own family look in between now Allah did this in between them is the hijrah in between them is بدر in between them is أخد in between them is الأحزاب in between them is الحديبية فاتح مكة Allah did all of this قل هو الله اللي الله can do this only Allah can do this so when you when you read that suro Surah al-Ikhlas التوحيد لا بد أن ينبثق في قلبك التوحيد توحيد الله أن الله يمكن أن يفعل كل شيء الله يمكن أن يفعله أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أفعاله أحد في أقواله لا أحد لم يكن له كفوا أحد لذلك عندما تقلق الإخلاس يجب أن تفهم أن أنت لا تستطيع الله الله سوف يفعل ما تريده لكن تذكر إذا كان جيدا لك وإذا كنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عندما تقلق الإخلاس سيحدث 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 ماذا ستفعله أو ستفعله في جلد أو الله ستفعلك من شيء ما يفعله فهذا هذا الإخلاس في صفحة